مرة أخرى حيث قال وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنة إنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لتوريد القمح الشهر المقبل وضف الوزير أن ذلك سيتم من خلال قرار مشترك بين وزراء التموين والزراعة والمالية وليس كقرار فردي لوزارة الزراعة موضحا أن القرار يجب أن يراعي الأسعار العالمية إلى جانب تحقيقها مش ربح مناسب للفلاح المصري من زراعة المحصول وقال البنة إن الدولة تستهدف تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام القمح من المزارعين وفقا للضوابط التي تحددها وزارة التموين وهي الجهة المنوط بها استلام القمح لصالح هيئة الصلع التموينية مشيرا إلى أن خطة الحكومة تعتمد على استنباط أصناف عالية الإنتاجية من القمح تحقق للمزارع أعلى إنتاجية وتكون أقل استهلاكا للمياه